بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطالبات السنوية العامة أهلا بكم أينما كنتم في كل بقعة من بقعة مصرية الحبيبة وحلقة جديدة مميزة بإذن الله من حلقات علم النفس وعلم الاجتماع استكمالا لمنهج وفرع علم النفس النهاردة إن شاء الله يمكن تطرقنا في الحلقات السابقة عن نظريات التعلم واتكلمنا عن نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي العالم الروسي الشهير إيفان بافلوف يمكن ما كناش نتهينا من تكملة النظرية وقفنا عند جزئية متعلقة بالتطبيقات التربوية لتلك النظرية النهاردة إن شاء الله هنكمل التطبيقات التربوية لنظرية التعلم على وجه التحديد الشرطي الكلاسيكي وهناخد كمان النظرية جديدة ألا وهي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ بالإضافة اللي معنا مجموعة من الأسئلة هنشوف بنفكر إزاي في حل السؤال أسئلة متحررة الأسئلة اللي زي ما اتفقنا مع بعض إزاي بننمي قدرات الإبداع والابتقار والاستنباط ولكن في بداية الحلقة يسعدني أن أرحب بالصديق الزميل أستاذ أيمن صبري خبير المواد الفلسفية بوزارة التربية والتعليم أساس واسين أنا بحضتك بزارة التربية وإن شاء الله إن حلقة موفقة وإزاي حد قلت كده عشرط إن نظرات التعلم دي نظرات الهامة جدا في علم النفس اللي تدس السلوك الإنساني وكيفية تأثير على السلوك سواء كان السلوك دوت إيجابي بننميه سلوك سلبي بنحاول نعالجه النهاردة بإذن الله نكمل اللي بدأناها في الحقوق الماضية عند التطبيقات التربوية نظرية الشرط الكلاسيكي أو التعلم بالشرط الكلاسيكي تمام تمام يا عوز أيمان إن شاء الله وقفين عند الجزء المتعلق بالتطبيقات التربوية نظرية التعلم الشرط الكلاسيكي يعني لو حبيت أطرح العنوان ده تحت أداة استفهام إزاي هنستفيد من عملية الإكتران أو إزاي هنستفيد من الإكتران الشرطي في العملية التربوية إزاي نستفيد من الإكتران الشرطي في العملية التربوية لأن فكرة النظرية كلها أيما على عنصر التلازم او الارتباط او الاشتراط او الاقتران نبدأ نستعرض مع بعض ايه هي اهم التطبيقات التربوية لتلك النظرية اول تطبيق ممكن استفيد بيه من خلال دراسة هذه النظرية اللي انا من خلالها قدرت افصل افصل يعني افهم ردود الافعال الانفعالية التفسير يعني فهم والتفسير ده غاية اساسية وهدف اساسي من اهداف علم النفس اللي بتتبنى عليه كل الاهداف بعد كده يا مستر ايمن وطالما فصرت خلاص ما هيبقاشش مشكلة هاقدر اتعامل هاقدر اتنبأ بالسلوك حتى واقدر احكمه كهدف عامل علم النفس والطالب عارف كلم ده عامل ماضي هدف اي علم في الدنيا بيفصر اي ظاهرة عشان بالتالي يقدر يتنبأ بيه الاخر اخر يتحكم فيه ده هدف علم النفس او على فكرة ده هدف اي علم في الدنيا التفسيرات توتح لنا التنبؤ ثم التحكم فيما بعض فاول تطبيق عندي هزر عندي على الشاشة دلوقتي من اهم تطبيقات نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي ان النظرية دي فدتني في تفسير يعني فهم ردود الافعال الانفعالية ردود يعني الاستجابات طب الافعال الانفعالية زي ايه زي الخوف على وجه التحديد زي القلق من خلال دراسة للنظرية دي قدرت تعرف سبب الخوف مثلا لدى طفل صغير عندنا امثلة شائعة وهندي امثلة كتير جدا على وجه التحديد يعني منتهى البساطة طفل صغير اول مرة يروح زيارة لطبيب اسنان ما عندوش خبرة لسه خالص بالمكان اول زيارة الزيارة دي سببت له الم خلع درس خلع سنة على وجه الخصوص تاني مرة لو هو رايح المكان ده حتى لو بعد فترة تلاقيه خايف يعني متضرق ومش عايز يدخل المكان ده تماما لانه هو ربط ما بين المكان ده وما بين حدوس الم او ازة ليه من وجهة نظره يبقى المكان ده ارتبط عنده ارتبط عنده او اشترت عنده بحدوث الم يبقى انا هنا قدر تفسر وقدر تفهم هو ليه الطفل خايف من دخول غرفة الطبيب مرة اخرى عمل عملية اكتران عمل عملية تلازم عمل عملية ترابط او مثلا فيه حيوان معين والحيوان المعين ده ولتكن قطة عدت الطفل قبل كده تلاقيه كل ما يشوفها تظهر عليه علامات الخوف الشديد والرهبة والهرب من امامها ليه لانه هو عمل عملية ترابط او تلازم ما بين رؤية هذا الحيوان وما يمكن ان يلحق به من اذا يبقى انا لما شوفه خايف اوي كده انا عارف ليه ولما شوفه الطفل قدر تفسر خوفه ليه برضو من خلال دراسة هذه النظرية او لما يكون مسلا فيه معلم يعني معروف عنه القصوة الشديدة فتلاقي المعلم ده لما يجي داخل الفصل ممكن بتبقى فيه استجابات رهبة عند بعض الطلبة ممكن قاعدين الحصة مفيش فيه نوع من الهدوء الانفعالي او الاتزان الانفعالي فكل السلوكيات دي انا قدرت افهمها وقدرت اعرف سببها من خلال دراستي لنظرية التعلم الشرطي الكلاسيجي ايضا من ضمن الطبيقات مستر ايمن اه تطبيقاتنا طبعا عندنا هنا في النظرية كثيرة جدا بس نفقع زيانا طلبة بالنظرية اساسا النظرية بتقول سريعا طبعا نشرحنا قبل كده اننا عندي لو فيه مثيرين فيه مثير لاستجابة معينة والمثير الاخر ليس له نفس الاستجابة اذا رطبطوا بعضهم البعض يؤدي في النهاية الى استجابة واحدة ودي النظرية اساسا بتاعت بافلوف الشرطي كلاسيجي زي يقول بقى ايه من التطبيقات التربوية ايضا عندنا تعديل بعض الاستجابات غير المرغوبة وظهر قدامنا عشاش ايه تعديل الاستجابة غير المرغوبة من خلال تكوين ما يسمى بالاشتراط المضاد المثال حنقوله ثم نشرحه دونها مثلها الخوف من الظلام يتم تغيره من خلال ربطه بمثير غير شرطي مرغوفي زي اللعب بالكشاف ايه الكلام احنا شفناه نقول دايما نخلي بالنا ان احنا عندنا في علم النفس اصبح الان مش علم النفس بس ده جميع المواد محتاجين نفهم مش موضوع بس كلام مصرود قدامنا عالشاشة ثم بنقوله لحضراتك لا طبعا والحمد لله ده بنا دايما كان قديما والحمد لله حديثا قناتنا دايما فهم الطالب من زمان لغاية الان التوجه الحديث لازم الطالب يفهم الكلام اللي هو ممكن يشوفه سواء قدامه عالشاشة سواء كان فيه كتاب ما لابد يفهم ايه اللي بيدرسه لان طبعا السواء بيجينا دلوقتي مش هيجيلي يقولي بزي الاول وضح وبين والطالب حافظ يروح سارد لحافظه لا الموضوع اختلف تماما لكن بنعتمد قسنا على الفهم نرجع بقى للتطبيق التاني عندنا او الاستفادة الاخرى من نظرية بافلوف الشرد كلاسيك انا المفترض عندي كثير من استجابات عند الاطفال وعندي الانسان حتى العادي الاستجابة دي قد تكون احدها استجابة غير مرغوبة طب انا عايز اعدلها اعملها استجابة جميلة ومرغوبة مثال مثلا انا عندي العايل الصغير بيخاف من الظلام الاوضة الضلمة بيخاف منها لأي سأم الاسباب طبعا كثير من الطبعا للأسف الاباء والامهات بيخافوا الطالب او العايل الصغير طفل الصغير من الضلمة لو عملت كذا احضتك في اوضة ضلمة طبعا ده كلام خطأ بس مش موضوعه لحد ما بس انا عايز اوصل لحاجة الطفل الصغير ده بيخاف من الاوضة او الحجرة المظلمة لأي سأم الاسباب سواء بحاجة خوفه او هو عنده هاجز جوا ان فيه حاجة مرعبة انا عايز اعدل الاستجابة دي عايز اخليه حب الضلمة او عادي بنسباله اي مكان الضلم يعيش فيه بيش مشكلة هعمل ايه هحاول حطله بقى بعض الشروط الاخرى او بعض المثيرات الاخرى اللي ممكن يكون بيحبها يعني مثلا ممكن نلعبنا هو في الضلمة بكشف صغير كده وننور حاجة بسيطة ولعبة الطفل الصغير بيحب اللعب ولعب الكشف جميل جدا يبقى انا حربط اللعب الكشف لو ده محبب عند الاطفال او حتى اي انسان بشيء تاني غير محبب يبقى انا حعدل الشيء غير المرغوب او غير المحبب اني انا حربطه بشيء تاني محبب اوله وهو اللعب الكشف بتاعنا يبقى دي استجابة اخرى او استفادة اخرى أو تطبيق آخر نظرية التعالم الشرطي كلاسيكي عند بافلور سيد وسيم أكيد برضو عند تطبيقات كثيرة جدا لنظرية بافلور أقدر استفيد كمان من التطبيقات النظرية لنظرية التعالم الشرطي الكلاسيكي أو من خلال دراسة النظرية في تكوين اتجاهات مجابع لدى التلاميذ نحو المدرسة أو حتى كمان نحو التعليم بوجه خاص إزاي تبقى البيئة المدرسية بيئة جزابة للطالب يمكن يمكن الطالب على وجه التحديد ممكن يغيب يوم في المدرسة أو يومين لكن تلاقي اليوم اللي عنده فيه نشاط أو عنده فيه حصة ألعاب أو فيه دورة كرة قدم بتقام في المدرسة تلاقيه يكون حريص على الحضور في هذا اليوم أو لما بيمارس نشاط مثلا تربية موسيقية أو تربية فنية فأنا ممكن هنا بعمل عملية إلا أنا أخلي المدرسة جزابة للطلاب على وجه التحديد من خلال توفير الأنشطة فيها يبقى هو هنا اليوم ده حريص اللي هو يكون متواجد فيه في المدرسة لأنه طبعا رابط به إنه هو لو غاب اليوم ده يبقى مش هيشارك في المباراة يمكن مش هيتعلم المهارة ديه لو هو بتعلم أي مهارة سواء فنية موسيقية غيرها فهنا بكون اتجاه موجب نحو التلاميذ بالنسبة للتلاميذ نحو المدرسة أو التعليم بصورة عامة أيضا من التطبيقات التربوية إحلال يعني استبدال نمازج شرطية لعلاقات غير لعلاقات مرغوبة وإطفاء غير المرغوبة ده يعني مثلا أنا الطبيعي اللي أنا يفضل اللي أنا مثلا فيه امتحان إزاي أطفي عملية الخوف من دخول الامتحان وأبدلها بالثقة بالنفس يبقى أنا هنا بعمل عملية إحلال أو استبدال لنمازج غير المرغوبة زي الخوف الشديد من دخول الامتحان وببدله بالثقة بالنفس أيضا مستر آيمن من آخر بقى التطبيقات التربوية لنظرية التعلم الصلاة الكلاسيكي تعليم الكراءة للأطفال الصغر يجد كلنا والكلام ده مرنا كلنا بيه في الكيج والابتدائي بلاقي مثلا عايز أعلم الطالف ألف بيه بحط له ايه؟ سورة مثلا أسد وتحتيها كلمة أسد والألف مثلا بلون أحمر والسين والدالب بلون تاني مختلف عشان عايز أعلمه حرف ألف بيه وتحتيه الألف لوحده أنا هنا عملت ايه؟ عملت اكتران ما بين كلمة ألف أو حرف ألف اللي أنا عايز أعلمه صغير يبقى الطفل هنا ارتبط في زهنه ايه؟ إن ألف دي اللي أنا عايز أعلمه هاله عبره أنا عصايا كده وفقها همزة عايز أعلمه هاله بيه؟ بصورة معينة هو طيب الصورة دي استحالة حينساه فبقوله ألف أسد كنا نتعلمه بطريقة دي ألف أسد ألف أسد شاف الصورة وشاف الكلمة وشاف الألف ممكن يقوله صورة تانية صورة مرضو أرنب وتحتيها الألف أنا عملت هنا ايه؟ أنا هنا ربط الحرف اللي أنا عايز أعلمه له بعلم القراءة من خلال اكتران الحرف اللي أنا عايز أعلمه له بمصير تاني لو صورة مساء الأسد أو كلمة الأسد عشان نتعلم إن كلمة ألف دي أي كلمة أولها آ أسد أرنب أحمد أنا هنا ربط إيه؟ حرف عايز أعلمه له حرف دي عزقنا الطلبة قدام الإنسان ممكن يشوفها يشمها تزواقها يلمسها اسمها مسير أنا عايز أعلم بقى الطفل الصغير الحروف دي من خلال اكترانها بصور أخرى زي مثلا ألف أسد ألف أرنب بهبطة إلى آخر الكلام بتاعنا أو التعلمات بتاعتنا ايه؟ قبل كل دي تعلمات يبقى القراءة التعلم عن طريق ايه؟ الشرط الكلاسيكي بتاعت تحت بفضل دي اسمها ايه؟ للسفارة تمام يعني حضراك بتأكد لنا إن عملية التعلم بتحتاج في أوقات كتيرة جدا للإكتران بالضبط كده احنا استعرضنا التطبيقات التربوية لتلك النظرية تحت أداية استفهام كيف يمكن الاستفادة من الإكتران في العملية التربوية يبقى احنا كده تناولنا أول نظرية من نظريات التعلم ألا وهي نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي نروحها مستر أيمان لنظرية أخرى ألا وهي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ ودي العالم نفس أمريكي شهير بيدعى أو بيسمى سروندايك نظرية اسمها ايه؟ التعلم بالمحاولة والخطأ يمكن سروندايك تطرف أو بالغ في أهمية هذه النظرية من خلال تأكيده إن من خلال تلك النظرية نقدر نفسر جميع سلوكيات البشر يعني بالغ جدا 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 في أهمية هذه النظرية النظرية دي من خلالها تاني نقدر نفسر بها جميع سلوكيات البشر يمكن النظرية دي لها اسم آخر تحت عنوان الانتقاء والربط طيب النظرية دي بيبدور حوالين إيه؟ إلا أنا حوط الكائن الحي في مشكلة وهيبقى عليه استجابة واحدة دقيقة يقوم بيها هي اللي هتوصله للهدف بس الاستجابة دي بيوصلها بعد العديد من المحاولات الخطأة اللي هو هيستبعدها بالتدريج إلى أن يتعلم الاستجابة الصحيحة يبقى تاني لشين نخدها بعنصر فيه تلازم نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ أو نظرية الانتقاء أو الربط أيما على وضع الكائن الحي في مشكلة وأشوفوا هيتصرف إزاي استجابات هيختار من بين تلك الاستجابات أو هيقوم بمحاولات عديدة لكي هيصل إلى الاستجابة الصحيحة طبع عندي وقائع تجربية لتلك النظرية مستر أيما إيه هي أبرز الوقائع التجربية لتلك النظرية طبعا سوف أسيب هنا بنقول إن كلمة نظريات ممكن نسميها عندنا طرق إيه دا الطرق عرفنا أول طريقة خلاص بربط مسير بمسير طب أنا عندي طريقة تانية المحاولة والخطأ وعلى فكرة الطريق دي معظمنا بيعمل حضرت مثلا جايب موبايل جديد القبشان بتاعنا معرفوش طب عايز أعمل عملية معينة إيه اللي أنا بعمله أنا عندي الموبايل قديم كان بقبشان معين أبدأ أعمل حركة لا مش هي دي اللي أنا عايزة أبدأ أعمل حركة تانية مش عايزة الغتلا ما وصل الحركة اللي أنا ايه عايزة أنا عملت هنا ايه عملت محاولات إذن محاولات دي بيّنت إيه بيّنت إن أنا بعمل محاولات شانا أتعلم أعمل إيه أدلت إيه أجيب اسم مين من دي كل اسمها محاولات إذن محاولاتنا بتتم بشكل ما إحدها بيصيب والأخرى بيخطئ من خلال الإصابة والخطأ او المحاولات المحاولة والخطأ الانسان ممكن يتعلم. لكن سوروندايك والستدد واسيم هنا. تمام. يمكن عملت رجال بتاعته. على الحيوانات زي ما عملها بفلوف برضو. على الحيوانات بفلوف عمل على الكلب. سوروندايك عملها عندنا على القط. هل ممكن هنا بنقول بقى نظري بفلوف او سوروندايك عفوا في شكل ما او تسجيل معين نقول للطالب خلي بالك سوروندايك عمل كزا وكزا وكزا في شكل مبسط? تمام. يمكن هنقولها بشكل نظري ونعرض فيديو صغير جدا صر نضيك على وجه التحديد وضع قط جائع وانا بقف عند كلمة جائع هنا عشان نبين دور الدافع في عملية التعلم ده القط في البداية اظهر نشاط عشوائي حاول اللي هو يمدي ايده ما بين القطبان الحديدية عشان يحصل على الطعام حاول يعض القطبان دي فكده هنلاها ممكن تتكسر ام بحركات عشوائية يقفز يمينا وشمالا كل المحاولات دي وغيرها باقت بالفشل ومقدرش يوصل من خلالها للهدف كان على القط اصدار استجابة وحدة صحيحة تتمثل في رفع السقاطة جسر نضيك بقى اتخذ من الزمن دليلا على التعلم الزمن ايه بقى تناقص الزمن وبدأ يسجل كل محاولة بشكل فردي على وجه التحديد يعني انا هنا عايز اقول ان قياس التعلم لدى سرنضايك اعتمد على معيارين اطبعا عدد المحاولات وزمن كل محاولة ولكن التحسن التدريجي بيتمثل في تناقص الزمن يمكن المحاولة الاولى استغراكت تقريبا كمعلومة 156 ثانية المحاولة التانية استغراكت 151 ثانية لما القط وصل للمحاولة السبعة وعشرين استغراكت ثلاث ثواني والمحاولة الاخيرة كانت بتستارك ثانيتين ومن هنا القط قدر يوصل لصدور الاستجابة والحصول على المعزز اللي هو الطعام ولكن التعلم هنا تم بالتدريج وده لقطة مهمة جدا هنقولها في التطبيقات التربوية يبقى دي كانت ابرز الوقاعة التجربية لتلك النظرية مستر ايمان طبعا طبعا نخلي بالنا من هنا من جزئية هنقول طبعا طرق التعلم دي ممكن الحيوان يتعلم بيها او الانسان يتعلم بيها يعني كان بعض الطرق ممكن يتعلمها للحيوان او الاطفال الصغيرين زي مثلا الشرط كلاسيكي او المحاولة والخطأ في نظرة احنا خدها بإذن الله بعد كده زي مثلا الفهم والسبصار عايزة بقى سن اعلى شوي اكبر شوي لكن كلها اسمها الطرق في التعلم هل عندي بقى الانسان برضو بيتعلم بنفس الطريقة طبعا انا عندي يقولنا منذ قليل في المثال اللي قلت مثلا جايب موبايل جديد الاوبشن لسه جديد علي انا بعمل محاولات عشان اتعلم اعمل عملية معينة اوصل للكاميرا مثلا اوصل مثلا ادلة حاجة اوصل مثلا اسيف شيء كل دي محاولات بعمل ممكن احده انا تكون خطأ الاخرى بتكون سليمة طب انا عايز بقى اعرف انا تعلمت علاوبش انا جديد هل تعلمت اه تعلمت امتى عايز اعرف الزمن اه هعرف ان انا تعلمت لما لاقي الزمن مستغر ما بين اللي انا عايزه والسلوك اللي انا بعمله اه انا خلاص كانت الاول ممكن اعرض مثلا طبعا طبعا بعد اقشان اوصل لحاجة دلوقتي لا انا عرفت غسلت وتعلمت النهار دي نظريته التعلم ايه تعلمت اعرف ازاي اوصل للي انا عايزه دي نظرية بس نخلي بالنا هو المفترض الهدف من اي نظرية ايه قالك المفترض الهدف من اي نظرية اي طرق في التعلم استفيد منه اللي عندنا بتسميه في المادة القوانين اول قانون عندنا خرجنا منه او سوروندايك خرج به من نظريته المحاولات والخطأ اللي هي قانون التمرين لازم الانسان او طفل صغير يتمرن عشان يولي اتعلمت لازم يمارس الممارسة حاجة مهمة التمرين او نمارسة طب معلش انا بقول انا تعلمت شيء نظري مثلا السباحة نظري هنا تعلمت هل مارست لا مامارس اذا ما تعلمتش لازم امارس فالممارسة شيء ضروري طب انا همارس ايه انا عندي استجابات وعندي مثيرات وانا عارفين علم نفسك كل قائمة علي ايه مثير واستجابة مثيرات واستجابة سواء كانت مسارات داخلية او خارجية طب انا استخدمت اللي انا اتعلمت اصبحت مارست يبقى تعلمت لم امارس لم اتعلم طب الكلام ده كله نحطه في شكل بقى علمي سوروندايك هنا خرج بعدة قوانين احدهما قانون التمرين او الممارسة الانسان لو استعمل الشيء اللي تعلمه يستمر معه طويلا يبقى هو هنا ايه الربطة ما بين المثير وما بين الاستجابة طيب ما مارسش يبقى اصبح اهمل للأسف الشديد انا عندي انسان اتعلم السباحة بقى له كتير ما سباحش هتلاقى اول يوم ينزل فيه حم السباحة الموضوع من ينزل باله اصبح صعب شوية لم يستعمل الشيء اللي هو تعاجم او اهمل اللي مارس يبقى اصبح الممارسة هنا مهمة يبقى اول حاجة عندنا الاستعمال يقصد به التمرين او الممارسة تؤدي لتقوية الرابطة بين المسير والاستجابة وبالتالي كلما زاد التمرين زادت كوة الارتباط انا عندي الطالب الان عشان اقول له اخر السنة بازن الله هتحل كل اسئلة اعمل ايه حل اسئلة كتير يبقى مارس اهو مش بس اخد الكلام بتاعنا نزعي انا عفطار الطول العام الدراسة بنشرها بس اتزواسين هل دي كده اتعلم لا لازم يعمل ايه يمارس يحل اسئلة كتير نفس الكلام عندنا نيجي بقى العكس لو كان فيه هنا اهمال الاهمال يعمل ايه يخلي بالنا عكس الاستعمال خالص يقصد به ان عدم المبارسة او التمرين لفترة من الزمن يؤدي الى اضعاف الرابطة بين المثير وما بين الاستجابة مثال الاهمال وعدم حال الامتحانات يضعف الرابطة بين السؤال والاجابة فيؤثر سلبا عالتحصيل الدراسة كلام ده كله خلاصته ايه خلاصته الاستجابات تقوى بالاستعمال وتضعف بالاهمال ادي اول اول قانون عندنا قانون التمرين او المبارسة هل لنا القانون اخرى اه يمكن يا مستر ايمن انت جسدت لنا دلوقتي من خلال هذا القانون معنى وتعريف عمليات التعلم اللي بنفكر به الطالب لما جينا عرفنا التعلم قلنا التعلم هو تغير شبه دائم في سلوك الفرد نتيجة الخبرة والممارسة مستر ايمن قال لي ان اول قانون اسمه قانون التمرين او الممارسة معنى ايه معنى ممارسة الممارسة بين عندي استجابة على وجه التحديد وعندي فعل قبله طب انا عندي مسير ازاي همارس ما بين المسير والاستجابة مجرد ان في ممارسة تمت يبقى هنا حدث تعلم يعني منطها البساطة السائط لما يكون ماشي بالعربية لما يشوف لون اشارة المرون اللون احمر اللون احمر ده مسير بالنسبة له استجابته ايه بياقف طيب انا لما اكون صايم واسمع صوت ازان المغرب بعمل ايه بفطر يبقى الفطار هنا استجابة نتيجة ايه مسير معاين مجرد اللي انا بمارس العلاقة ما بين المسير والاستجابة ده معنى اللي انا تعلمتها عشان كده مستر ايمن قال لي ايه قسمنا قانون التمرين لاستعمال ان التمرين او الممارسة هيقدل تقوية الربطة بين المسير والاستجاب انا جيت انت كطالب سنوية عامة جيت حرفتك ايه هي نمط نظام الاسئلة المتحررة الجديدة اللي بتعتمد على الابتقار والاستنباط ودربتك عن نمط ده وخليت عندك نوع من الاجتهاد الفكري هيمكنك من التعامل مع صيغة اي سؤال وفقا لفلسفة التعليم الجديدة طيب انا لو اهملت هذا الامر تماما وديتك اسئلة عن نمط التقليدي او النمط اللي بيعتمد على التوقين والحفظ واللي ما فيش فيها مجال في الامتحان هتيجي تحل اي سؤال من الاسئال المتحررة مش هتعرف لان انا اهملت هذا الامر معاك وبالتالي ضعفة الرابطة هنا بين السؤال وبين الاجابة او الوصول الى الاجابة الصحيحة التمرين هيقوى الرابطة بين المسير والاستجابة واحد على وجه التحديد حافظه القرآن الكريم بس ده بيتطلب منه استعماله ويراجعه مرة واثنين عشان يبقى عنده قدرة على التذكر طب انت مثلا كطالبة عايزة تتعلمي الطبخ او تتعلمي اي مهارة معينة لابد من ممارستها طب لو اهملت الكلام ده على وجه التحديد استحالة هتعرفي الاجابة او هتوصلي ليه التعلم لان الاهمل ده هو اللي بيبرلي وبيفصلي ظاهرة النسيان في السلوك الانساني يبقى مصدر ايمن تفضل كلمنا عن اول قانون اللي هو التمرين واتقسمنا التمرين ده لاستعمال واهمال وطبعا كل ما بيزيد الاستعمال كل ما بيزداد قوة الاستجابة او بتزداد قوة الاستجابة اذا هنا العلاقة طردية طب ننتقل لقانون اخر الا وهو قانون الاصر قانون الاصر طيب ننتقل البساطة يعني ايه اصر الاصر معناه الحدث التابع للاستجابة وده جالبا بييجي بعد الاستجابة بسواني فترة زمنية قليلة جدا فترة زمنية قليلة جدا طيب القانون ده بينص على ايه ونحلل كل كلمة فيه كده ان الارتباط بين المسير والاستجابة بيقوى امتى اذا حقاقت الاستجابة الاشباع للفرض وبالتالي الشعور بالارتياح هقول تاني الارتباط بين المسير والاستجابة يقوى اذا حقاقت الاستجابة الاشباع للفرض وبالتالي الشعور بالارتياح يعني انا عايز اقول لك هنا ان الاصر بتاع الاستجابة سواء ارتياح او عدم ارتياح او لزة او قلم له دور مهم جدا في عملية التعلم اه لو الاصر ده ارتياح او لزة ده هيقوي الاستجابة او هيقوي العلاقة هنا او الارتباط بين المسير والاستجابة طب بيضعف امتى اذا لم تحقق الاستجابة الاشباع للفرض وبالتالي كان الاصر نوع من عدم الارتياح او الضيق طيب سورنضايك بيأكد ان التقرار واحده مش هو اللي بيقوي الارتباط بين المسير والاستجابة لابد من الاصر الناشئ عن الاستجابة اللي هي هنا الارتياح يعني لو حبينا نقولها بلغة علم المنطق ان التقرار شرط ضروري لتقوية الربط بين المسير والاستجابة ولكنه ليس شرطا كافيا لا انا مش عايز تقرار لوحده بس انا عايز تقرار ومعاقي بقى اثر طيب اثر طيب اثر طيب اثر طيب او اثر طيب ناشئ عن الاستجابة اللي هي حالات الارتياح على وجه التحديد يبقى هنا عايزين بنأكد قد الاصر ده حدث تابع للاستجابة الارتباط بين المسير والاستجابة هيقوى امتى؟ لما الاستجابة دي تحقق الاشباع والاشباع ده بياليه ارتياح طب يضعف امتى؟ لما الاستجابة دي لا تحقق الاشباع وبالتالي شعور بعدم الارتياح او ضيق طب الاستجابة دي بتاقوى نتيجة التقرار بس؟ يعني نتيجة قانون التملين والممارسة؟ لا مش تقرار بس التقرار زائد الاصر الناشئ عن تلك الاستجابة خاصة لما يكون اثر طيب زي ما قلنا من شوية بلغة علم المنطق ان التقرار هنا شرط ضروري ولكنه ليس شرطا كافيا زي ما بنيجي نشوف كده مدرب الحيوانات في السرك لما يكون فيه حيوان بيقوم بعرض عنده ولما يقدي العرض ده او المهمة المسنودة اليه بكفاءة تلاقيه بعد ما العرض يخلص يدي الحيوان مثلا قطعة من اللحم كنوع من المحفز ليه؟ علشان فيه العروض الجاية يقوم بنفس السلوك يبقى هنا بيديله اثر طيب هنا بيديله اثر طيب على وجه التحديد يبقى ده كان قانون اخر من قوانين نظرية التعلم بيحاوله والخطأ مستر ايمن الا وهو قانون اثر على وجه الخصوص تفضل استاذ وسيم نكمل بقى قوانين سوروندايك عندنا قانون تاني بيوصف لستاذ وسيم قاله قانون اثر عند سوروندايك اسمه قانون لاستعداد اسمه قانون ايه لاستعداد نخلي بالنا الاثر هنا معناه اثر سلوكي او استجابتي كان اثر طيب ولا غير طيب قالك بقى هناك قانون بيكمل القانون ده او بيوصف القانون ده او بيوصف القصص الفيسيولوجية العضوية جسم الانسان الفيسيولوجية لقانون الاصر طيب هنا بنقول انا عندي حالتين سواء الانسان او الحيوان ممكن يكون مستعد باستجابة معينة او غير مستعد نقول تاني قد يكون الانسان او الحيوان مستعد ليه استجابة معينة او السلوك معين وقد يكون غير مستعد طب نشوف اول حالة لو الطفل الصغير او الانسان او التلميذ او الطالب كان مستعد لشيء ما وليكن عنده امتحان او بكرة المصر احنا عندنا بكرة ان شاء الله امتحان او عندنا اسئلة فيه مثلا باب الاولاد او نظريات سوروندايك او بافلر اي اسئلة جميل الطالب هنا استعد استعد لإيه للامتحان اللي عنده بكرة مثلا غدا ممكن هنا حاجة من اتنين لإما يعطى الفرصة للإجابة لإما لم يعطى الفرصة للإجابة هو كان مستعد لما يعطى الفرصة شعر بارتياح وشعر بعدم الدي طب كان مستعد ولم يعطى المدرس سأل السؤال وانا بقى مبارح مجهز نفسي ومزاكر وكل وفع يديه مقومتش بشعر بالدي ده اسمه ايه أصبح فيه عدم ارتياح لدى الإنسان طب انا هفترض بقى ان ما كنتش مستعد والمصر عمل امتحان مفاجئ ايه اللي بيحصل في الغالب اكيد طبعا حاجة يوب غلط انا عملك الاستعداء او التامير بتاعي لازي يكون متمرد طب ما كنتش متمرد ما كنتش مستعد ايه اللي بشعر به عدم ارتياح يبقى اصبح عندي هنا هناك حالتين الحالة الاولى انا مستعد حالة تانية غير مستعد لو انا مستعد ليه احتمالين لاما اجيب اجابة صحيحة اشعر بارتياح اعطى الفرصة يعني لاما لا اعطى الفرصة واشعر بعدم ارتياح طبعا انا اسم مش مستعد وبرط على اجابة معينة او استجابة معينة بشعر برضو بعدم الارتياح يبقى اصبح هنا عندي قانون ثالث ليسوروندايك اسمه الاستعداد بيفصر الاسس الفيسولوجية لقانون الاثر كانوا بيفصروا بعضين من بعض اه يعني القانون ده اه مستر ايمان تفضل دلوقتي بيشرح ويفصر لي قانون الاثر يعني قانون الاستعداد ده عايز يأكد لي ان تعلم الكائن الحي بيتأثر بدرجة تهيئته عصبيا وفيسولوجيا انا لما اقول ازا كان الفرد مهيئا باقصد بالتهيئة هنا التهيئة العصبية مستر ايمان ادانا تلات احتمالات لقانون الاستعداد وادانا امثلة واحنا كمان بننوع وبنقطر من الامثلة في النظام الجديد عشان حتى لما يجي يطلب مني اي سؤال او يجيلي في العبارة اللي انا هختارها امثلة جديدة يبقى عارف دي بتاعكس ايه او بتلمس ايه معايا في المنهل فمستر ايمان اديي الحالة الاولى وقال لي ازا كان الفرد مهيئا للاستجابة واعطى الفرصة واصدر استجابته سيشعر بالرضا والارتياح انا عامل امتحانة على الباب الاول انت جاي مذاكر سألتك اسئلة فيه جاوبت فهتشعر بالرضا والارتياح طب انت مجهز نفسك تطلع رحلة مستعد اللي كان بالرحلة وقمت بيها وطلعت الرحلة هتشعر بالرضا والارتياح طب والله انت جعان فقمت فتحت التلاجة لقيت فيها اكل وطعام وكلت هتشعر بالرضا والارتياح او زي لعيب كورت القدم على وجه التحديد اللي هو بيشارك في التمرينات ومهيئ للمشاركة في المباريات والمدر بيختاره في التشكيل سيشعر بالرضى والارتياح يبقى كل الحالات دي همستر ايمن او الامثال اللي احنا قلناها الفرض فيها مهيئ وانا اديته الفرصة فشعر بالرضى والارتياح طب الحالة التانية انت مهيئ برضه اذا كان الفرض مهيئا للاستجابة ولم يعطى الفرصة لاصدار هذه الاستجابة سيشعر بالضيق وعدم الارتياح يعني الوحدة العصبية مهيئة للعمل ولكنها لم تعمل ده بيسبب لها نوع من الضيق وعدم الارتياح يعني انت مجهز نفسك تطلع رحلة ومهيئ اهو وقبل معاد الرحلة بساعتين حدد جالك تليفون ده الرحلة تم إلغائها ده هيشعرك بالضيق وعدم الارتياح طب والله انت جاعين روحت فدحت التلاجة لقيتها فاضية هيشعرك بالضيق وعدم الارتياح زي العيم الكورة اللي بيشارك في التمرينات ومهيئ للمشاركة في المباريات لكن المدرب ما حطوش او ما دخلوش في تشكيل المباراة هيشعر بالضيق وعدم الارتياح طب الحالة التالتة ازا لم يكن الفرض مهيئا للاستجابة انا عامل مراجعة وانت جاي مش مذاكر وانا قلت اللي قاعد في الركن الشمال ده يتجاوب مش هتعرف تجاوب اه هتجاوب اجابة خطأ لان انت غير مهيئ للاستجابة زي ما بنلاقي طفل صغير كده او اي طفل قاعد بيلعب مع زميله الجيران على وجه التحديد ومنهمك في اللعب والامة والاب ينده عليه علشان يجي يزاكر بتلاقيه وهو رايح كده بيبقى متدايق لان هو غير مهيئ طيب لعيد الكورة اللي هو غير مهيئ للمشاركة في المباريات وندرب الفريق اختاره ضمن التشكيل فقدى اداء سايق فبالتالي ده هيشعره بيقضيق وعدم الارتياح يبقى دوم التلت حالات التلت حالات اللي باحتبالات القصة بقانون الاستعداد وتهيئة الوحدة العصبية وعملها وازاي ده بيقدي الى اراحة الكائن الحي اما التهيئة وعدم العمل بيقدي الى شعور الكائن الحي او الفرد بالضيق وعدم الارتياح على غرار كل نظرية بننهيها بتطبيقاتها التربوية واجه الاستفادة منها هنطرق حاليا الى هيا ابرز او اوجه الاستفادة من نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ ونعمل لك عملية ربط ونقول لك كل تطبيقات دي بيجسد قانون ايه تفضل مستر ايم تمام اول حاجة عندنا هنا بنقول زيادة دفعية المتعلمين عشان يشتركوا في الشئ ده بمعنى ايه المفترضة اللي عندي انا عايز اخلي الدافع وخلي بالنا احنا لما قلنا عند بابلوف وعند سرونداي كان موجود الدافع التالب تعلم ان الجرز يجرر ايه وامتى لما كان مرتبط بدافع دافع الجوع القط خرج من القفص ليه لان كان عنده دافع الجوع يبقى اصبح هنا لازم اضع الدافع عند المتعلم ليه عشان يشارك عملية التعلم ودي حتة مهمة جدا اثارة دافعية المتعلمين ازودها عشان يتعلم صح اي انسان ما عندهش الدافع هتعلم شيء هتعلمه الاسف سيء او ممكن يكون عنده دافع يعني متوسط انا مصلا بتعلم الاسف الشديد بتعلم السواء عشان مرتبط انا هشتغل بوظيفة معينة اشطرط يكون بيعرفي سوء جميل انا ما بحبش السواء بس مضطر هل التعلمي هيكون زي بظلط ما يكون انا بحب وعايزة سوء لا طبعا لكن في انسان تاني يقول لك لا انا عايزة اتعلم عشان استفيد وكده افيد غيري هيكون تعلمه ممتاز جدا جيد جدا يبقى هنا بزود دافعات المتعلمين عن طريق ان هما بيختاروا الانشطة اللي هما حيشاركوا فيها ودي حتة برضو مهمة جدا ماجبش الانسان على تعلم شيء وقول له تعلم لكن هو الاختار لذلك هتلمس عندنا في القولة سانوي او الصنوية العامة بلاقي الطالب يختار النشاط بتاعه انت عايز نشاط ايه؟ عايز تربية فنية؟ تربية زرعية؟ عايز صناعي؟ عايز انا هنا عايز ايه؟ اخليه هو اللي يقول عشان يكون تعلمه تعلم جيد ادي اول تطبيق طربوي وهو زادة دافعية المتعلمة اه اللي انا بعمل عملية استصارة للدفعية المتعلم وان هو يندفع حتى كمان في محاولات المحاولة والخطأ مبعد مثلا المواد ده مستر ايمان بيبقى لها انشطة عملية مادة زي مادة الكيميا كده المانع للمدرس بتاع الكيميا ياخد الطالب المعمل ويخليه يجري التجربة ممكن مرة هيعملها غلط المرة التانية غلط المرة التالتة هيعملها صح بس القصة كده فيها عملية ايه؟ تشويق واقصارة واندفع للتعلم عن طريق المحاولة والخطأ فده تطبيق مهم جدا من نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ ايضا الممارسة هي اساس عملية التعلم ما هو التعلم ما بيتمش الا عن طريق الممارسة واي مهارة انا بتعلمها بحتاج للممارسة لعب البسكت او انت لو هتلعب كرة بسكت او هتلعب كرة بسكت عشان تنزل الكرة في البسكت او السلة ممكن ما مش من مرة واحدة مرة واتنين وتلاتة وكل ما بتمارس اكتر كل ما بتتقن عملية التعلم اكتر ده عنصر اساسي ان الممارسة هي اساس عملية التعلم بالاضافة الى ضرورة تقوية الروابط او بين المسير والاستجابة بالتقراء ما هو التقرار ده اكترني ما هو التقرار هو ايه تمريد ممارسة سواء بقى في مهارات عقلية حل مساء الرياضية او في مهارات حرقية بتعلم مسلا من الكوب دراجة او سباحة على وجه التحديد او في اي انشطة ايه فنية يدوية عندي بديتك صورة كده الصورة دي انت اول مرة رسمتها في 15 دقيقة المرة التانية 14 دقيقة ممكن المرة رقم 9 نسمتها في 5 دقائق يبقى الممارسة هنا لازمة لتنمية اي مهارة والله مرة هبقى كويس مرة هبقى معقول مرة هبقى جيد مرة هبقى جيد جدا مرة هوصل للامتياز طب وإن اللي وصلني لكده الممارسة يبقى زي ما قلنا الممارسة لازمة لتنمية اي مهارة واتكرار عنصر اساسي يبقى مستر ايمن قال لي اول نقطة زيادة دافعية المتعلمين يبقى بالتالي ده بيعد تكسيد تكسيد لقانون ايه لقانون الاستعداد ان درجة درجة التعلم لدى الكائن الحي بتتأثر بدرجة تهيئته طبعا عصبيا وفسيولوجيا يعني داخلي طب اخر بقى تطبيق من تطبيقات نظري التعلم بيحولها الخطأ مستر ايمن طبعا التهيئة والتمهيد وده شيء مهم جدا لازم الانسان يكون مهيئ وبيمهد للي عايز يتعلمه شيء مهم جدا انا نهار رايح مسه اتعلم مسلا دقى عندي تدريب سيبقى احمر انا مهيئ نفسيين وعصابيين اللي عندي التمرين ده يبقى ادائي فيه جيد جدا السميد بالتمرين لكن معلش رايح اتمرن شيء وادمغي في حاجة تانية هتعلم اه لكن تعلم مش جيد التعلم الجيد طبعا عندنا هنا دايما العلم بتاعنا او اي علم بيهدف دايما للحاجة القصوى الحاجة العالية ممكن بقى يكون التعلم جيد او غير جيد يبقى لازم امهب انا حافطرد معايا ان نهار دا عندي مسلا كان نهار دا درس علم النفس موضوع نظريات التعلم انا قبل ما استمع للدرس قريت عن نظر التعلم دي في اي كتاب في كتاب المدرسة في اي حاجة دا بيماهد لي اصبح الجوز اللي ان كنتش فاهمه المدرس شرحوا لي والله هنوجد مقالة وانا عندي بازت لايف مع الطالب ومع المدرس هلقى للطالب يقول لي يا صد معاليش الحتة دي لما انا قريتها كان لي وجدت نظر فيها لي رؤي عنها والله ممكن اضيف كذا طب معاليش حتة دا لما قريتها انا عندي مثال عنها قل لي صحة الوقت يا استاذ المسال بتاعي كذا 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 ايه رأيك اه لأ معاليش المسال دا بعيد تماما او المسال دا الله يرفت عليك فالله ينرأ ايه اللي انت دا انت ممتاز انا عملتين ايه بدأت اعدل السلوك ليك بدأت اوجه السلوك انام السلوك الكلام دا كله حصل انت لما انت كنت مستعد او مستعد ومهيئ للدرس بتاعك ايه بقى تعلم مش تعلم بس مواد دراسية ايه تعلم اي شي سمي تعلم ايه السباحة كوب الخيل تعلم الجار تعلم اللغة بتعلم اي شي ايه تعلم اللي بيساعدني عالتعلم التهيئة والتمهيد للحاجة اللي انا عايز اتعلم دي تطبيقات طربوية نظرية المحاولة الخطأ عند يعني مستر ايمن بيقول لك عزيز طالب وبيأكد لك من خلال التطبيق ده على اهمية التدرج في عملية التعلم زي ما شفنا القط بتاع سرنضايك استبعد استجابات الخطأ وتم التوصل للاستجابة الصحيحة عن طريق التدرج مش من محاولة واحدة بتاخد تهيئة او التمهيد عن الدرس يعني يمكن نظرية التعلم اللي بعد كده اسمها نظرية التعلم بتفهم الاستبصار ايه المانع اللي انا اطلب منك اللي انت تقراها وتاخد فكرة عنها ننتقل لمجموعة من الاسئلة المتحررة وفقها لنظام التعليمي الجديد ونشوف الاختيارات على وجه التحديد اول سؤال بيقول لي اختر اجابة الصحيحة طبعا العلاقة بين قوة الاشتراط وعدد مرات الاقتران بين المسير الشرطي اللي هو صوت الجرس في التجربة وغير الشرطي اللي هو الطعام شو ما انا بقول غير الشرطي اكني بقول للمسير الطبيعي اللي هو الطعام طبعا العلاقة هنا تناقصية طردية نسبية عكسية طبعا العلاقة هنا علاقة طردية لان احنا خدنا قانون التدعيم وقلنا ان توقف قدرة المسير الشرطي في اصدار الاستجابة الشرطية على عدد مرات اقترانه احنا بنحتاج لعدد مرات كتير وعدد المرات الكتير بالاضافة للوقت القليل ده بيقدل تقوية الربطة عشان هنا العلاقة بين الاشتراك ومرات الاقتران والمسير الشرطي وغير الشرطي اذا اجابة الصحيحة علاقة طردية نستطيع ايمن سؤال تاني طيب نخلي بالنا من جزئية مهمة جدا نخلي بالنا من جزئية مهمة معلش عندنا هنا لازم الطالب هو بيحل اي سؤال لازم الاول يعرف السؤال ده تعاني جزئية ده مهمة جدا مش عايزين الطالب ينسى كأنه ده لازش حاجة طول السنة وبعدها اجابة اجابة عامة كأنه طالب اول مرة كأنه طالب علم بيجاوه لا الكلام ده اكيد لي عندي مرضود لازم الاسئلة بتاعتنا الجديدة لازم الطالب يقراها اكتر من مرة مش بس مرة بعد ما هتجاوب ده في الاسئلة لازم مع نفسه بقى كده يقيد تاني سكان مسلا بيسجل حلقة ديت او على اليوتيوب ان شاء الله هلقيها او هتتعادل ان شاء الله النهاردة الساعة واحدة الكلام ده كله الطالب يسافد منه من خلال ايه؟ لازم يقرأ السؤال اكتر من مرة الاسئلة دي مهمة جدا بنسمي قلب بيجيم دي مشتتات يعني ممكن الطالب ساز واسيم كده يعمل حاجة جميل اول ان يحط دي على المشتت ده قبل ما يجاوب عشان ما يشتتش ثم بعد ذلك يشوف بقى اجابته صح ولا غطأ ده ببعض الاسئلة جاء هناك بعض الاسئلة التانية هيتطرغز بنعانه يبص على ايه؟ على سلة ديت او الاختيارات بتاعته او المشتتات بتاعته في بعض الطلبة بيعملوا حاجة تانية يمثل السؤال يبدأ يشيل ويشوف اخر حاجة سابه هيدي الاجابة ده نوع ولكن نوع الافضل شوف الاجابة الصحة بتاعته ايه؟ السؤال التاني بيقول ضرورة مراعاة الوقت بين المثير الشرطي والغير الشرطي لو طبعا طبيعي عندي هنا لحيث تراوح الفترة الزمنية الملائمة لتكوين ما بين ربع ونصف ثانية تجسد العبارة احد قويني التعلم وهو طبعا عندي هنا اختيارات الف تدعيم به تمرين جيم الاثر جيم التغذية الراجعة طبعا كانت دياني هنا عندنا طبعا ايه؟ ايه التدعيم ليه؟ ما احنا قلنا انا عندي التدعيم عند بافلوف عند نظرية الشرطي كلاسيكي كان فيها حاجتين عشان اقوّر رابطة بين المثير وبين الاستجابة عندي حاجتين اول حاجة للفاصل الزمني تاني حاجة ايه؟ عدد المرات يبقى اجابة عندي هنا التدعيم تمام هتجين للفاصل الزمني برضو من نوعين الاسئلة ممكن تكون اجابة واحدة سؤال بيقول قدامي تؤكد بعض الدراسات على ان تعزيز استجابة التلميذ يتم بالمعرفة الفورية نتائج عمل وتجسز العبارة احد قوانين التعلم وهو تدعيم الاستعداد التغذية الراجعة على الاسترجاع التوقائي طبعا هنا قانون التدعيم منفعش الله ما اسأل الطالب سؤال وهو يجاوب عليه اجابة قوية او بمهارة وانا اشجعه او اقول له الحصة اللي بعدها لازم ادعمه بشكل ايه؟ مباشر سؤال اخر التعب الذي يبزله الحيوان في عمل استجابة دون ان يحصل على التعزيز يترطب عليه محول استجابة تجسد العبارة السابقة احد قوانين التعلم وهو اختيارات مستقيمة التدعيم او التكرار او الانتفاق او الانتفاق طبعا الانتفاق ونخلي بالنا كان مثلا تدعيم تدعيم ممكن في الامتحان نجيب لي كله التدعيم طبعا نقول انا اوضيها السيلة بس من نمطة يعني السيلة تمرينية او تدريبية عشان اخر العام مش تمود يجيب لي كله اجابات واحدة تكاديم اتضرب عشان اخر العام باذن الله جاوب بنحط كذا مثال او كذا موقع عشان الطالف الاخر يقدر يعرف طب سؤال تاني اعتقد سورون ضيق في بادئ الامر ان السواب والعقاب اصر المتساوية من حيث قدرتهما على تقوية الارتباطات او اضعفها غير انه عدل عن هذا الرأي يعني غيره فيما بعد نتيجة لعدة التجارب وتبين ان السواب والعقاب ليس متساويان وان اصر السواب اكثر فاعلية من اصر العقاب تشير العبارة الى قانون استعداد والتهيق به التدعيم جيم الاصر دال التميين طبعا هنا الاجابة هنا قانون الاصر على وجه التحديد هي معناها ايه سورون ضيق عايز يأكد لي ان الاسابة بتؤدي الى تقرار السلوك زي ما القط مثلا عارف ازاي هيحصل على الطعام بالطريقة الاساسية وقدر يقرر هذا السلوك بس هنا سورون ضيق عايز يأكد ان العقاب قد لا يمنع من تقرار السلوك الخاطئ تاني العقاب قد لا يمنع من تقرار السلوك الخاطئ يعني ممكن فرد قام بسلوك خاطئ ودخل السجن بسببه ممكن لما يخرج من السجن يقرر السلوك ده ويعود للسجن تاني بنفس التهمة فبالتالي هنا ده قانون الاصر صال اخر مستر ايمن طيب صال ما احنا بيقول يمكن للكأن الحي التمييز بين المثيرات الاصلية والمثيرات المشابه عن طريق التعزيز والانتفاق التلقائيين تجسد احدى قوانين نظيرة الشطح وهي التدعيم امن انتفاق امن استرجاع التلقائي امن التمييز طبعا نخلي بنه هو كان حصل في تعزيز وحصل انتفاق هل ممكن يسترجع مرة تانية اه يسترجع الاسترجاع طبعا عندي التلقائي طب سؤال بعد كده احيانا تقع الامهات في خطأ طربوي هام بانها تؤجل خلاص تؤجل جي مؤشر لاجابة عرفت السواب لسلوك مرغوب الى ان يأتي الاب من عمله او تأجيل العقاب لسلوك غير مرغوب لحين عاجز الاب من عمله ده شو انا بقول ايه بقى يخالف احد قوانين نظرية الاشتراط وهو التدعيم الانتفاق الاسترجاع التلقائي التمرين طبعا هنا بيخالف قانون التدعيم يعني التدعيم بيأكد ان لابد ان يكون الامر يتم بصورة مباشرة لا هنا فيه تأجيل طب اه سؤال اخر العلاقة بين الزمن وعدد المحاولات في نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ ما انا قلتلك ان كل ما بتزيد عدد المحاولات الزمن بيتناقص يبقى اذا العلاقة طبعا علاقة عكسية طبعا طبعا اه معي اصال اخر بيقول لي عندما يريد مش باينة شوية بس عندما يريد اه شخص القيام بيه هناك العديد من الحركات تبدو صعبة ولكن مدربه يطمئنه ان كل شيء بالمصابرة والاجتهاد يكون سهلا بالمصابرة والاجتهاد يبقى انا هنا بتشير عبارة الى قانون التهيق التمرين الاهمال الاسر طبعا التمرين اه سؤال اخر عندما يريد شخص ان ينسى خبرات مؤلمة ننصحه بالتفكير في امور اخرى ولا يعطى الفرصة لهذه الذكريات المؤلمة ان تملأ ذهنه طبعا دي بتشير الى قانون الى وهو قانون الاهمال لان احنا اقول لك ان قانون الاهمال ده هو اللي بيبرر ظاهرة النسيان في السلوك الانساني زي ما انت بتيجي تذكر حاجة اول السنة وتدخل المتحمل غير ما ترجعها نتيجة عدم استعمالها او عدم مراجعتها على وجه التحديد هنا بيقدي الى نسيانها يبقى احنا خدنا مجموعة من الاسئلة المتحررة ازاي بنفكر في السؤال ازاي بفهم العبارة واشوفها بتلمس مع ايه في المنهج او من معطيات المنهج اللي انا اخدته احنا خدنا نظرية التعالية بالمحاولة والخطأ خدنا تلت قوانين هامة في النظرية قانون التنبين او الممارسة وقسمت التنبين او الممارسة الاستعمال واهمال خدنا قانون الاسر سواء بقى ارتياح او عدم ارتياح او لزة او قلم وعرفنا ان الربطة بتقوى بين المسير والاستجابة مش بالتقرار بس التقرار والاثر الطيب الناشئ اللي هو التعزيز على وجه التحديد بالاضافة عندي الى قانون الاستعداد كلمنا عن تلت احتمالات خدنا تطبيقات تربوية لتلك النظرية وشوف ده ازاي بزود دافعية المتعلمين او اعمل عملية استصارة وده بيوعد بترجمة وتكسيد لقانون الاستعداد ازاي الممارسة اساس عملية التعلم ازاي باعتمد على التقرار وده تكسيد لقانون التمرين وانهينا باهمية التدرج في التعلم من خلال التأكيد ان الاستجابة بيتم الصحيحة بيتم التوصل اليها من خلال بعض المحاولات الخاطئة اللي بيتم استبعادها وبالتالي ببقى على الاستجابة الصحيحة يبقى انا هنا عايز اقول ان التعلم بيتم عن طريق عملية التدرج بقى هنا مستر ايمان انتهينا من نظرية جديدة من نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ وطبقنا من خلالها مجموعة من الاسئلة المهمة اللي بتعلم الطالب ازاي يفكر على وجه التحديد وللسه عندنا مزيد من الاسئلة كده انتهينا من نظرية وان شاء الله بنكمل في الحلقات القادمة ساعدنا بكم كثيرا ولكن في نهاية الحلقة بشكر الاستاذ ايمان صابري تشرفت في حضرتك وان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته